النهاردة هذا الرجل المحترم فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي وده بقى هنا ايه عطفا على اللي كنت تقوله لك مبارح مصر تحافظ على علاقاتها مع الجميع مش احنا خدنا البريكس وتم التمام طيب شوف النهاردة النهاء الرئيس وهو يستقبل وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الامريكي بالاضافة لعدد من مسؤولين واعضاء اللجان في مجلسان واب والشيوخ طيب اللقاء كان عبارة عن ايه هو حوار مفتوح ما بين فخامة الرئيس وقيادات الكونجرس وتطرقه بطبيعة الحال للسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خصوصا على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الامريكية في مصر وتمت الاشادة ده من بقء الامريكان وبالمناسبة كان يجلس في هذا الاجتماع واحد من اعتى السياسيين الامريكان فتخيل لما انه هذه المجموعة تشيد بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر خصوصا بقى البنية التحتية اللي مش عاجبة بعضهم والاعلام المعادي والعائل بتاعت الاخوان والعائل خدمين اللطافة الى اخره انشاء المدن الجديدة قطعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضرة والتصلاح الاراضي الزراعية ده ده اللي بيقولوا الامريكان ده مش كلام يوسف بقى لا ده كلام الخواجة طيب والقضايا الاقليمية والدولية كلموا بقى حول العديد من الملفات اللي على رأسها بالتأكيد الازمة الروسية الاوكرانية التداعيات الجيوسياسية بتاعتها ما بين الجغرافيا والسياسة التداعيات الاقتصادية بتاعتها ده الازمة المستجدات اللي على ساحتنا الاقليمية واللي بتمر بيها المنطقة عندنا ازمات كتير احنا عندنا السودان عندنا ليبيا عندنا سوريا تطرق اللقاء ايضا لتطورات المفاوضات الحالية ما بين مصر واثيوبيا والسودان خلي بالك موضوع البريكس ده هيفرق معنا كتير اوي 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 واحنا هنفرق معاهم كتير اوي جدا خالص هنا بيأكد فخامة الرئيس السيسي موقف مصر في مسألة بقى ايه الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول بناء وتشغيل سد النهضة بحيث انه تراعى في مصالح وشواغل التلت دول اتيوبيا السودان مصر بالترتيب من الجنوب والى الشمال من الجنوب والان